مفاجأة 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 انا اليوم بدي اودي زعرور الصغير على المدرسة عشان بدي اعرف نسبة الذكاء تبعه لانه صديقي ابو كاركور ودى كاركور على المدرسة وتبين انه كاركور ذكي كثير كثير وانا الان جبت لزعرور هاي الحقيبة الرائعة والان انا بدي اودي على المدرسة هو لساته صغير على المدرسة فقط اليوم بدي اودي لعشان اشوف نسبة الذكاء تبعه يلا يلا خليني بتطلع لمنزلنا الجديد الرائع جدا جدا خليني اركض اركض يا احمد اركض يا احمد مثليك مثليك مرحبا يا سوسي اهلا اهلا يا احمد الرائع كتير كتير شو وين كنت انت موجود انا كنت عند صديقي ابو كاركور وانا شفته وحكالي انه ودى ابنه الصغير على المدرسة وشاف نسبة الذكاء تبعه طيب وانت شو ليش يعني حامل هاي الحقيبة انا حاملها بدي اعطيها لازعرور بدي اوديه على المدرسة اه هو لساته صغير نعم بعرف فقط اليوم عشان بدي اشوف اذا ذكي ولا لا يلا الى اللقاء ماشي ماشي يلا روح وديه يلا وينك يا زعرور يا زعرور وينك خليني افتح هذا هاي يا ويلي خليني اعرف اه العب على جهاز الحاسوب يا بابا بجالس بلعب ماني كرافت هاي يا زعرور انزل من الكرسي وتعال لهون مياو مياو يا ويلي خلص اسمط يا طمطم اللي اسبوعة كامل مش مطامي جالس على الحاسوب يا ويلي طعمي طمطم هذا طمطم القط طمطم مسكين طيب يلا شوية بطعمي شوية وطعمي شوية استنى شوية انا بجيب الان الطعام وبطعمي طمطم انت وديه على المدرسة ايه ايه مدرسة مين والناس نايمين بديش هروا على المدرسة ما بدي هروا على المدرسة دعال لهون فقط اليوم فقط اليوم يا زعرور ولا يوم ولا ثانية ولا ساعة ولا جزء من الثانية ما بدي أروه على المدرسة تعال لهون والله لأكسر رأسك بدأ شوف بدأ شوفك ذكي مثل كاركور ولا لا مين كاركور هذا بعرفوش يا كلب صديقك كاركور هذا اللي بتلعب معه دائما ايه يا طبا ما بدي ما بدي أوروب يا زعرور بدي أصبح هاي أنا محاصرك إذا بتطلع من هذا المكان ما في رجعة أو أقول لك هيني رايح أشيل جهازك الحاسوب وأكبه في القمامة خلص خلص متل ما بدك بروح وين ما بدك يا بابا شو يبدك ما بدي أروه على بكرة المدرسة هاي يا زعرور حرقتني في النار يا ويل طيب يا بابا شو بدك انت شو بدك هاي زعرور امسك البس هاي الحقيبة بدي أوديك على المدرسة بدي أشوف نسبة الذكاء تبعك ما بدي ما بدي بقول لك امسك امسك يا زعرور يا ويل طيب يا بابا خلص المهم إنك لا تشيل لا 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 تدمر الجهاز الحاسوب تبع ماشي خلص طيب ماشي يلا يلا يوم سعيد في المدرسة يا زعرور ما بدي ما بدي ما بدي ولك يا كلب توقف توقف يا زعرور هيني بدي أروح أطبخ لك عشان أول ما ترجع من المدرسة أنا أجهز لك الطعام يا ويل ما بدي ها ها والله إنك يا سوسي مضحكة كثير كثير يلا يا زعرور الآن بدي أودك على المدرسة يلا على السيارة طيب ماشي ماشي يا بابا والله بكره المدرسة كثير كثير أنا يلا اركب في السيارة وراء اركب السيارة وراء أنت طفل صغير طيب يا بابا هيني مثل هيك هينيركبت السيارة يلا مثل هيك الطريق من هذا المكان يلا اتذكر عشان تقدلك تروح للمدرسة لما تكبر ما بدي أروح مكان أنا ما بدي أروح مكان ها 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 هيقربنا كثير كثير على المدرسة يا زعرور يمين وبعديها يا سار مثليك تماما وبعديها من هذا المكان وي وي مثليك تماما هينوصلنا على المدرسة يا زعرور يلا انزل انزل يا ويلة طيب ماشي يا شانا احت رائحتها كريهة يلا يلا اوه مرحبا مرحبا يا استاد اوه اهلا اهلا انت شكلك قبل طالب اوه ليش تضربني ولك هيي زعرور اذا بتضرب بحكيلك اني رح ادمر جهازك الحاسوب تدمير ماشي طيب يا بابا خلاص مش رحا مش رحا سوي اي عشي والله العربي لما اكون لحالي هيي بقول لك استنى ارجع وراه اهلا اهلا يا استاد انا طفل الصغير بدي اليوم فقط اليوم هو لساته صغير بادتي يعني اتقيسي اللي مدى الذكاء تبعه ماشي خلاص طيب ماشي يلا هيش اسمك يا طفل يا صغير ما ايلك دخل ما ايلك دخل ايه شماله ولك احكي له شو اسمك اسمي زعرور زعرور اسمي زعرور طيب عاشت الاسامي يا زعرور شعراتك حلوات كتير كتير طيب يا يا عم الشرطي ولك مش عم الشرطي يا اذا عم الاستاذ استاذ معلم اسمه يلا يلا على الغرفة الصفية الغرفة الصفية تبعتك بالاعلى تعال تعال معي يا زعرور يا ويلي ما بدي ما بدي يلا يلا بدي اشوف الغرفة الصفية تبعتك يلا يلا هاي الغرفة الصفية مفتوحة هاي تفضل يا زعرور يا ويلي طيب ماشي ماشي يا ويلي والله رائع كثير كثير اشي خراف كثير هذا هذا المكان اللي انت بدك تدرس فيه يا زعرور نعم هذا المكان اللي بدي بده اضرب الاستاذ فيه ايه شا اللي بتحكيه ولك بكسر راسك صير مشاكس كثير يا زعرور خلص طيبناش خلينا مدى تنفس هواء نقي يلا يلا يا أستاذ أنا بعتذر هو مشاكس شوية بس أنت بتقدر أنك تسيطر عليه نعم نعم في طلاب صغار كثير كثير مثل هيك يلا الآن رح ناخد جدول الضرب يا زعرور إيش يعني ضرب أنا بايرف جدول ضربك خذ لك خذ لك ولك توقف يا كلب شو جدول ضربك هذا مجنون أنت يا زعرور خلص طيب يا بابا خلص روح على المنزل يلا يلا إلى اللقاء يا أستاذ إلى اللقاء يا أحمد يلا خليني أنا الآن بدي أسوي مثل هيك وبدي أروح على المنزل بدي أشوف نسبة الذكاء تبع زعروري خليني أرجع بالسيارة مثل هيك تماما ويلا يلا خليني أرجع على المنزل بكرا المدرسة بكرا المدرسة بكرا المدرسة أنا يا أستاذ يا ويلي طيب يلا يا زعرور مش مشكلة الكل كان يكره المدرسة وأنا كنت بكرا المدرسة وانا الان استاذ رائع كتير كتير طيب ايش هدون الرسومات اللي موجودة هون هاي مش رسومات هاي عشان انت اسئلة رياضيات وعربي وكل اشي عشان تتعلم ايه شو هوني مركتوب الرقم سبتاش شو هاد الرقم سبتاش هاي شوك لك ما بتعرف الارقام ايه الرقم سبتاش هذا انا بعرفه ما في رقم اسمه سبتاش وهي هوني هاد الرقم اسمه اسم الرقم ايه تسطا ايش زيك ناسي 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 يا ويلي طيب انا ما بدا استعمل العصاي عليك يا زعرور يلا الان انا رح احكي لك معادلة بسيطة للاطفال واحد زائد واحد يا زعرور كم يساوي 375 ايه شو 375 انت مجنون ايشي انا مش مجنون ايه احكي كويس ما بدا اضربك انا يا زعرور خطأ واحد زائد واحد يساوي اثنين يلا تفاحة زائد تفاحة 365 تفاحة ولك من وين جايب الـ 65 تفاحة انت لا تضرب طيب ما تضرب ياويل طيب خلص انا ما بحب العنف في هذه المدارس طيب يلا بدي احطيك يعني اسهل واحد شو اسهل من واحد زاد واحد انا مش عارف والله اعطيني 2 زاد 2 وانت غبي طيب 2 زاد 2 كم يسوي 365 ياويل شو 365 هاي من وين جايبها خلص طيب كم اربعة اربعة طيب يلا اربعة ياويل هاي طب يا بتعلمني انا بعلم مع ابوك كمان خد لك اي ولك توقف اخ ياويل ابتك تجنن انت خد لك اي ان انا تعلم التقواندو اليوم ياويل مش قادري إن قصيبه كمان مش قادري هاد sehr enfer يقاتل نعم انا هو وزعر والمقاتل ياويل بدي انادل معلمة يا معلمة يا معلمة تعالي ساعديني هذا هاد مش راضية تربة ومش عرضي يتعلم ايش الي ص engaged ايش الي صلح شكله طالب جديد انا مش طالب جديد انا اليوم بس وانا بكره انه يكون عندي اصلا معلمين زيكم هبايل اه يا ويلي شلي جالس بتحكي انت ما بصير اجلس على المقعد تبعك واحترم نفسك اه يا شب تحكي وانيا بكت سر راسك ولك توقف 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 ما بصير هذا الكلام يا انت ايش اسمك انا اسمي زعرور الملك زعرور الملك طيب يا زعرور اجلس مكانك زعرور الملك اسمي طيب زعرور الملك زعرور الملك يا ويلي مش كادرين ان ниعصيبوا ل самые انا ممنوع ان ضرب في المدارس ممنوع الضرب في المدارس طيب بس مسموح الطلاب يضربوا المعلمين يا ويلي هذا بتجنني انا اه خد لك اي 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 انا اي اي انا بس بدي ا Lancelite اي 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 اosis يا sweetie شو بدي اسوي هي هي تشو هذا الاشيك صارو عيونا انا بدي نجن اي ازا بكرا ما بتجيني حال لهذا السؤال الاصعب السؤال بالعالم رح أجيب العصاية وأقتلك فيها أيها يا ويلة شو مالوس أصرت خايف منه خدك تبلو هاي معادلة يا معلمة إذا ما حلا بكرة رح أضربه ورح أخلي العالم كلها تعرف إنه هذا أفشل طالب بالعالم إيش اللي بتحكي؟ وبدأ كسر راسك بالعصاية ماشي؟ طيب ماشي يا ويلة والله خايف أنا اليوم بس اللي بدي أضني في المدرسة بكرة ما بتجي رح أفجر ما أنزلك ورح أقتل كله أصدقائك طيب ماشي والله شي مرعب يا ويلة والله المعلم هذا صار مرعب خليني بدأ بعد ده بعد يا ويلة اطلع برد التانية طيب ماشي ماشي إينا طلعت برد هاي بتعصبني بكسر راس طالعك في عيوني صار أبدا متفجر منك طيب ماشي خلصت المدرسة نعم هينكتبتلك معادلة هاي الورقة الصعب معادلة ما بتجي بكرة حللها بدي أكسر راسك طيب ماشي خليني أخد أسف يا معلم إذا أزعشتك أزعشتني إنقلها برد طيب ماشي والله ما بعيدها والله ما بعيدها يا ويلة والله إني خايف كتير كتير أنا يلا اطلع بكسر راسك بترجع بتعيد هذا الكلام طيب ماشي خلينا ندروح على المنزل أنا والله شكله معصب كتير كتير علي أعطاني معادلة شكلها صعبة بس خلص شو بدي أسوي شو بدي أسوي يا سلام يا سلام هاي الجلسة أجمل جلسة بالعالم وهي زعرور وصل أوه كيف كانت المدرسة يا زعرور لا تحكوا معي لا تحكوا معي يا ويلة خلينا ندحل الواجب تبعي إيه شو اللي صاير شو اللي صاير خلينا نده أرجع أجلس أنا خلينا أرجع أجلس يا ويلة شو هاي المعادلة الصعبة كتير كتير إيش اللي صاير معاك يا زعرور إيش اللي صاير معاك يا ماما ما بتعرف أنت يا بابا ممكن تيجي أنت تساعدني في حل هاي المعادلة اي معادلة يا ويلي شكلك بكرة بدك ترجع على المدرسة نعم لكن بس بكرة والله انه خوفني كتير الاستاذ خليني بدى اشوف المعادلة شوي المعادلة الصعب كثير كثير يا ويلي والله اصعب معادلة بشوفها في حياتي هذا كيف معطيك هذه المعادلة ماذا اعرف اكالي اذا ما جيت ما جبت المعادلة حل المعادلة بكرة راح يكسر راسي يا ويلي انا ما ايلي دخل سوسي خلص ارجع مكانك خليني بدى اشوف المعادلة مستحيل انك تعرفيها انت ما بتعرف تحل معادلات يا سوسي خلص متل ما بدكو متل ما بدكو خليني اجلس هاي الجلسة الرائعة خليني انا كمان اجلس الجلسة يا ويلي اتنين واحد خمسة والله صعبة هاي زعرون خليني بعد خليني اشوفها يا ويلي طيب شوفيها يا ماما يعني عساس انك بتعرفيها يعني هاي المعادلة السهلة اللي انا بعرفها كتير كتير ولا انك مضحكيها ماما شو هذا اللي جالس باسمعو انا معقول هذا الكلام مستحيل انا الان رح افرديكو انه فيش اشي مستحيل معصوصي يلا 2-1-5-0-2-1-2-5-0-2-5-0-2-2-1 يساوي جذر التقعيبي جذر تربيعي يساوي 25 مكعب السين الصاد العين 1-2-1-1 يا سلام يا سلام هين متل هيك ومتل هيك هين خلصت المعادلة ايه او 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 شو اللي سويت يا سوسي انا الان ما بدي انتظر بكرة بدي اروح اشوف الان انا بدي اروح اسأل الوستاذ اذا الكلام الصحيح ولا لا يلا باي اه يا ويلي معقول يا سوسي حلتيها بدي اروح انا كمان بدي اشوف بدي اشوف بدي اتبعه روحوا شوفوا خلينا انا اجلس جلسة رائعة يا سلام يلا 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 خلينا نشوف اذا المعادلة اي صحيحة ولا لا يا بابا نعم يلا خلينا ندخل عند الأستاذ هي يا أستاذ جبت المعادلة ولا لا جبت المعادلة ولا لا نعم قلت المعادلة جبتها إيش ما لك معصب استنى شوية أنا عريد أربي طفلك لأنه جننني جننني أعطيته أصعب مهادر بالعالم بدي أشوف إذا حلها ولا لا شوف هايو مثل هيك مثل هيك و مثل هيك ايه شو شو يا ويلي أنا عيوني رجعوا لطبيعيات إيش إيش شو هادا مين اللي حله هادا إيه ماما اللي حلته مين إمك هاي مين هاي ماما سوسي سوسي مين والناس نايمين صحيح والله إشي غريب كثير كثير أعطيها هاي الهدية هاي الهدية أسطورية يا ويلي هاي الهدية أعطيها لماما نعم وكمان بدي أودها لأذكى لأذكى شخص بالعالم شو كيف حلتها هاي هاي أينشتاين اللي مخترع الرياضيات واللي عرف كل إشي ما عرف لها نيوتن والشباب كل إياتهم ما عرفوا يحلوا هاي المعادلة إيه يعني ماما ذكية كثير نعم سوسي ذكية كثير كثير وأنا كنت حازس لأنا ذكية وغريبة وعجيبة وقوية ورائعة جدا جدا نعم يا ويلي أنا لازم أن أوديها لمصابقة أفكى شخص بالعالم خلينا أروح بكرة ابتجوا على الموقع اللي ببعث لكم يا ماشي 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 واشي كنا لازم نحكي نروح لأسوسي ماشي يلا يلا خلينا نروح نحكي لأماما سوسي يا سلام ويا سلام والله مش مسدق عيوني والله إشي رائعة كثير كثير ذكرة المصابقة الأسطورية هاي هاي يا رئيس مسابقة الذكاء أنا لازم أحكي لك هاي الشغلة الدرورية كثير كثير ايه تفضل تفضل شو اللي صاير أنا رئيس مسابقة الذكاء العالمي لأذك الأشخاص بالعالم ما أتوقع أنه من هاي المدينة يطلع أشخاص ذكيين لا طلع فيه شخص يعني أو واحد اسمها سوسي ذكية كثير كثير وغريبة وعجيبة لازم تروح تشوفها وتعطيها جائزة أذكى شخص بالعالم أذكى فتاة بالعالم ايه شو اللي بتحكيه حلت السؤال اللي ما عرف العلماء يحلوه ايه لا يكون نفسه المسألة اللي أنا ما عرف تحلها نعم أنت اللي ما عرف تتحلها هي حلتها هي حلتها ايه أنا لا بدي أودها على مصابقة ولا إيش يعطيني الانواء المنزل تبعهم بسرعة بسرعة تفضل هي عنواء المنزل تبعهم يلا روح روح يلا يلا بدي أروح بدي أشوفها بسرعة بسرعة يلا وانا وانا كمان مش مصدق عيوني بتروح على المنزل قد ما أنا مصدوق واو يا سلام شكله هاي جاي هذا اللي بيقيم الذكاء ايه ذكاء شو هاي بسرعة بسرعة سوسي حليلي هاي المسألة ولك جائزة كبيرة جدا جدا ايه شو اللي بتحكي انت شو اللي بتحكي انت يلا حليها يا سوسي حليها خليني بدأ أجر بدأ حلها هذه المسألة بتعطيني من وراها أموال نعم بعطيك من وراها أموال كتير كتير واو يلا بسرعة يا سوسي حليها يا سلام أنا أذكى شخص بالعالم أنا أذكى أنثى يلا يلا فتاة يا سلام يا سلام خلينا أحلها هاي أسهل المعادلة اللي بحلها بحياتي ايه شو اللي بتحكي نعم مثل ما انت سامع يلا حلي حلي يا سوسي واو سيل كتير كتير ناقز زائد واحد اثنين تلاتة خمسة واحد اثنين جذر التكب عيبي جذر التربيعي اثنين واحد هاي نحليت المعادلة ايه خلينا أشوف مبروك عليك الأموال تفضلي أموال 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 والكل هدول الأموال يا سلام يا سلام صرنا أغنية يا سلام أنا كمان صرت غنية مبروك مبروك إلى اللقاء أذكي أنت واحد أذكي واحد بالعالم يا سلام يا سلام يا سلام ووو أموال أموال أموال